مشاهدين موجة تظاهرات المستمرة في العراق طرحت التساؤل أموال النفط أين تذهب؟ النفط في العراق مشاهدين يمثل ما يقرب من 90% من عائدات الدولة وبلغت الميزانية الاتحادية لهذا العام 79 مليار دولار بناء على الصادرات المتوقعة والبالغة 3.88 مليون برميل يوميا وبسعر 56 دولار للبرميل لكن البلاد تجاوزت المستوى المستهدف لها من خلال ضخ 4.8 مليون برميل يوميا هذا الارتفاع في إنتاج النفط أدى لتحسن الاقتصاد العراقي في العام الجاري وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% بحلول نهاية العام وفقا للبنك الدولي ويمتلك العراق مخزونا احتياطيا كبيرا من النفط الخام في العالم وقدرت عمليات التنقيب قدرت وجود مخزون نفطي يصل إلى 150 مليار برميل وهو الثاني أكبر مخزون احتياطي تقليدي بعد السعودية يستغل العراق حاليا 27 حقلا نفطيا فقط من أصل 74 حقلا نفطيا مكتشفا وقائما معظمها في المحافظات الجنوبية وبحسب تقارير الدولية نادرا ما يرى المواطن العراقي في مرة هذه الثروات بسبب سوء الإدارة المالية وعدم الكفاءة والبيروقراطية والفساد ترجمة نانسي قنقر